هو إيه اللي بيحصل في البنك المركزي المصري وإحكاية الأرقام الجديدة اللي أعلن عنها وإيه تأثيرها في سوق الصرف وسعر الدولار في الفترة القادمة وإيه مصير الجنيه المصري في الأيام اللي جاية كل ده هنعرفه مع حضراتكم في الفيديو ده بانكير نبض البنوك مهروف إن مؤشرات وأرقام وبيانات البنك المركزي المصري بتكون مؤشر مهمة على الحالة الاقتصادية بشكل عام وبتقول سوق الصرف رايح على فين وفي الساعة الأخيرة المركزي أعلن عن أرقام مهمة هيكون لها تأثير كبير على أسعار الدولار تحديدا ومؤشر قوي على استقرار سوق الصرف وأي استقرار في سوق الصرف بيكون للصالح الجنيه المصري إن الدولار سعره بيزيد بس في الأزمات المركزي أعلن إن البنوك العاملة في مصر جذبت ودئة بالعملات الأجنبية بقيمة 845 مليار جنيه بنسبة زيادة 53.75% خلال شهر مارس اللي فات ليصل الإجمال إلى 2.417 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.572 تريليون جنيه بنهاية فبراير اللي قبله وقريت حضرتك تركز في الأرقام يعني الزيادة أكتر من النص وده إنجاز تاريخي وقياسي للبنك المركزي وبيقول إن الدولار أصبح تحت السيطرة وإن فيه تدفقات قوية من المركزي من العملة الأمريكية وإن الدولار خلاص بقى بيتوطن في البنوك بشكل كبير بعد انتاء السوق السوداء للعملة وبيقول إن سوق الصرف الرسمي بيتحسن بسرعة كبيرة جدا وده ينعجس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى سعر الجنيه واللي بيزيد أمام الدولار بشكل كبير ونرجع لأرقام المركزي واللي قال إن الزيادة الجديدة في الوداء غير الحكومية من العملات الأجنبية بتقدر بحوالي 17.681 مليار دولار بحسب سعر صرف الدولار في الوقت الجاري لدى البنك المركزي المصري والبالغ 47 جنيه و79 إرش وده رقم كبير جدا مقارنة بالأوضاع الصعبة اللي كانت قبل صفقة رأس الحكمة وقال كمان إن إجمالي أرصادة الوداء غير الحكومية من العملات الأجنبية تحت الطلب ارتفعت بنهاية شهر مارس لـ 633 مليار جنيه من 412 مليار جنيه في فبراير وارتفعت أرصادة وداء قطاع الأعمال الخاص من العملات الأجنبية بالبنوك لتسجل 431.3 مليار جنيه بنهاية مارس 20-24 مقابل 271.89 مليار جنيه في فبراير ولسه مستمرين مع أرقام المركزي الإيجابية وفيها ارتفاع إجمالي وداء القطاع العائلي من العملات الأجنبية بالبنوك لتصل بنهاية مارس لـ 175.1 مليار جنيه من 109.5 مليار جنيه أواخر شهر فبراير 20-24 وكمان زادت أرصادة الوداء على الأجل وشهادات للدخار بالعملات الأجنبية لدى البنوك لتسجل بنهاية مارس اللي فات 1.784 تريليون جنيه مرتفع من 1.159 تريليون جنيه لكمان في أرقام مهمة تاني أعلنها المركزي وهي انخفاض عجز صف الأصول الأجنبية للجهاز المنصرفي في مارس الماضي ولسجلت 4.2 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في فبراير مدعومة بأموال صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف يعني بنتكلم في انخفاض العجز بقيمة 17 مليار دولار مرة واحدة وكل الأرقام دي بتقول إن أزمة الدولار انتهت بشكل رسمي وده هينعكس على سعره في الأيام اللي جاية واللي متوقع تنزل طبعا